وتعليقا على إعلان أنقرة جاهزية أنبوب نفط جهال لاستئناف ضخ صادرات أربيل قال سبهان ملت جهد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي أن الأجواء السياسية بين العراق وتركيا إيجابية حاليا وبيّن أن الشراكة بين الطرفين قد تذيب الخلافات في ملفات أخرى مثل المياه والأمن خصوصا مع اهتمام أنقرة الكبير بمشروع طريق التنمية وميناء الفاو لافتا إلى أن الأجواء السياسية بين البلدين باتت أكثر إيجابية فالطرفان بحاجة لبعضهما خاصة في ظل التنافس الاقتصادي الشديد في المنطقة والعالم وضعف أنه من الممكن أن يتقدم التكامل الاقتصادي بين البلدين إلى الأمام في السنوات القادمة وهذا يندرج تحت تزايد الحاجات الاقتصادية بين الطرفين وأن التشارك في مشروع طريق التنمية قد يذيب الخلافات الأخرى في ملفات كالمياه والحدود ترجمة نانسي قنقر